اشتركوا في القناة تنفذ تماماً ثم قم بإعادة الشحن حتى تمتلئ ويجب أن تقوم بهذه الخطوة مرة واحدة على الأقل كل شهر ثانياً يجب عليك إغلاق جميع التطبيقات بعد الانتهاء من العمل عليها عن طريق زر الهوم لأن بقاء هذه التطبيقات مفتوحة في الخلفية يستنزف من طاقة البطارية لسيما تطبيقات المحادثة والملاحة ثالثاً رغم أن العمل على شبكات الجيل الرابع يقلل من استهلاك بطارية الهواتف الذكية بشكل عام إلا أن ضعف الإرسال في بعض المناطق يلعب دوراً كبيراً في زيادة استهلاك طاقة البطارية فالعمل في هذه الحالة هو التحول والارتباط بشبكة الجيل الثالث رابعاً إيقاف خدمة تحديد المواقع عن طريق خيار الخصوصية من قائمة الإعدادات حيث ستظهر لك قائمة بالتطبيقات التي تعتمد على تتبع موقعك عبر الجي بي اس مثل البوصلة وتطبيق الخرائط وغيرها يمكنك إغلاق بعضها وترك البعض الآخر إن كنت تظن أنها مهمة بالنسبة لك خامساً هناك عدد من الإجراءات تساهم بشكل فعال في تقليل استهلاك البطارية ومنها تقليل مدة الغلق التلقائي للشاشة إيقاف الأصوات الزائدة كأصوات لوحة المفاتيح مثلا تقليل سطوع الشاشة إيقاف البلوتوث والواي فاي في حالة عدم الحاجة إليهما وكذلك إيقاف خاصية الآير دروب المتعلقة بمشاركة الملفات إذا كنت غير محتاج إليها لقناة الاقتصادية الإلكترونية خالد السملك الرياض